شخصيات حكمت عمان الشخصية التاسعة عشرة الإمام بالعرب بن سلطان اليعربي حكم بالعرب اليعربي من عام 1679 إلى 1692 ميلادية وقبلها كان واليا على مسقط بعد إخراج البرتغاليين في عهد أبيه الإمام سلطان بن سيف لاحق الإمام البرتغاليين في شرق أفريقيا حتى موزنبيق وهاجمهم في ساحل الغربي للهند وقام بجهود اقتصادية كإنشاء الأسواق ومنها سوق منح عام 1685 وإنجازات عمرانية حيث بنى حسن جبرين ويعد الإمام بالعرب عالما بالفقه والتفسير وله أشعار متفرقة أغلبها في الحكمة كقوله إذا ما دعتك النفس يوما لريبة فعاصي على حال هواها وخالفي وجانب هواها ما استطعت فإنما مجانبة الأهواء حرفة عارفي